بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام وأقدم اليكم اليوم تفسير حلم الملابس الخضراء للعزباء والمتزوجة والرجل في المنام فرؤية العزباء أنها ترتدي ملابسا بلون أخضر فهو يعني أنها سوف تنال الخير والستر وهي صالحة الأعمال في الدنيا وحظها سيكون سعيد سواء كان في العمل أو في حياتها بشكل عام ورؤية العزباء وكأنها تشتري حجابا بلون أخضر في المنام فهو يدل على الزواج أو الخطبة في وقت قريب وبالنسبة لرؤية الملابس الخضراء للرجل فهي تدل على أنه رجل مستقيم وعلى خلق وعلم ينتفع به وأما الرجل الأعزب الذي يرتدي الملابس الخضراء في المنام فهو يدل على الزواج أو مستقبل باهر بالنسبة إلي وأما رؤية الرجل أنه يتزوج من امرأة تلبس ملابس خضراء اللون فهو يعني أنه سيحقق جميع ما يتمنىه في حياته ويدل تفسير حلم رؤية الملابس الخضراء في منام الرجل على الزوجة الصالحة المتدينة وأما بالنسبة للمرأة المتزوجة فرؤية المرأة المتزوجة للملابس الخضراء فهي تدل على الكسب الوفير والحصول على المال والرزق ورؤية المتزوجة أنها ترتدي فستانا بلون أخضر فهو يدل على إتيانها بأخبار سعيدة وأما إذا رأت المفارش أو المعطف بلون أخضر فهذا يعني فرصة للسفر والتي تكون سببا في رزقها ورؤية المرأة المتزوجة أن ابنها يرتدي ملابس خضراء في المنام فهذا يعني أن له مستقبلا ناجح ومبهر وبالنسبة للحامل فرؤية الملابس الخضراء للحامل يعني أنها ستلد ولادة سهلة وغير متعبة وقد يشير اللون الأخضر إلى مولود ذكر ورؤية الحامل للون الأخضر في المنام يشير إلى أنها ستنجب أطفال يكونون صالحين في الدنيا والخير والرزق والبركة أيضا ورؤية الشاب الذي يستعد للزواج أنه يرتدي ثيابا خضراء في منامه فدليل على أنه سوف يبدأ حياة تملؤها السعادة والبركة والخير ورؤية الشاب الذي يرى عروسه ترتدي ثيابا خضراء في منامه فدليل على الرزق الواسع له وتحقيق ما يتمناه في حياته ورؤية الفستان الرقيق والجميل في المنام يدل على عزة النفس للمرأة وإذا كان الفستان يبدو قبيحا في الحلم فدليل على التعب في الحياة وأما الفستان الأخضر المرصع بقطع من الذهب فدليل على مدى الأخلاق الطيبة التي تتمتع بها الرائية ورؤية الفستان الأخضر الممزق والذي لا يمكن إصلاحه فيشير إلى عدم القدرة على الإنجاب ورؤية الفستان الأخضر الذي يمكن إصلاحه يدل على السحر الذي يصاب به الرائي ورؤية اللون الأخضر بصفة عامة في المنام تشير إلى الخير وبشارة للرائي كما يدل رؤية المنزل الأخضر في المنام على سعادة أهل البيت كما يدل اللون الأخضر في المنام أيضا على الراحة النفسية التي يشعر بها الحالم ورؤية القماش باللون الأخضر يدل على بداية مرحلة جديدة والتي ستكون مليئة بالرزق والخير كما يدل رؤية اللون الأخضر في الحلم على زوال الهموم والمشاكل وأما بالنسبة لتفسير حلم رؤية الملابس الخضراء للنابلسي فقد ذكر العالم الجليل النابلسي أن الفتاة التي ترتدي ثيابا خضراء في منامها فدليل على بشارتها بالخير والسعادة في حياتها وأما الجلباب الأخضر في منام البنت العزباء فيدل على مدى تقربها من الله تعالى ورؤية الملابس الخضراء للبنت العزباء فدليل على الحظ السعيد لها وأما رؤية الخمار باللون الأخضر في الحلم فهذا يرمز إلى معنى اعتزاز الرائي بكرامته وعزة نفسه وبصفة عامة اللون الأخضر في منام العزباء دليل على النجاح والتفوق والمتزوجة التي ترى زوجها وهو يرتدي ملابس خضراء فهذا دليل على قدوم الخير لها أيضا والحامل التي ترى كأن غرفتها مملوئة بالملابس الخضراء في المنام فهذا دليل على أنها سوف تعيش حياة هادئة كما قلنا سابقا وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وشكرا لكم على المتابعة